في الفيديو ده هنشرح الشريان الأورطة في منطقة البطن وكل تفرعاته بالتفصيل الأبدومن الأورطة بيبدأ في البطن كامتداد من الشريان الصدري اللي هو السوراسيك أورطة واللي بيمر من فجوة في عدلة الحجاب الحاجز اسمها أورطيك هييتس أوفزا ديفرام وكل ما يهبط لأسفل بيقل في القطر دهير انه بيمر من جوار أجسام فقرات العمود الفقري في الناحية اليسرى من البطن الأبدومن الأورطة بيوصل الدم لكل الأعضاء والهياكل الموجودة في البطن ومنطقة الحوض وبييجي عند مستوى الفقرة القطنية الرابعة تقريبا وبيلقسم إلى قسمين راية كومون إليك أرتري وليفت كومون إليك أرتري لو هنتكلم عن تفرعات الأورطة في منطقة البطن هنأسمهم لنوعين نوع بيرد أو مزدوج وبيشمل كل من انفيريور فرينيك ولامبر وسوبرارينل ورينل وغونادل أرتريس ونوع ثاني أم بيرد أو منفرد وبيشمل كل من سيليك ترانك والليسبلينك وسوبرير ميزينتريك وانفيرير ميزينتريك أرتريس بعد المقدمة دي يلا نشرف كل فرع منهم على هذا أول التفرعات المزدوجة للأبدومن الأورطة هما الانفيريور فرينيك أرتريس ودول أول فرعين بيخرجوا من الأبدومن الأورطة أول ما يمر من الأورطة كاياتس راية انفيريور فرينيك أرتري بيتجه لأعلى ناحية اليمين ويمر من خلف الـ IVC لأول وريد الأجوف السفلي انفيريور فينا كافا والليفت انفيريور فرينيك أرتري بيمر خلف المعدة والمري ودور الانفيريور فرينك أرترز هما أنهم بيعملوا سبلاي للانفيريور سيرفز أوبز ديفرام يعني بيغازوا السطح السفلي للحجاب الحاجز والتفرعات المزدوجة بعد كده هما اللامبر أرترز ودي أربع زواج من الشرايين بيخرجوا من السطح الخالفي للأبدون الأورطة من مستوى الفقرة القطنية الأولى لحد مستوى الفقرة القطنية الرابع اللامبر أرترز بتعمل سبلاي لكلا من البستيريور الأبدون الأول واللمبر فرتبرا والانتر فرتبرا الديسكس يعني بتغذي جدار البطن الخلفي والفقرات القطنية والأقراص الغضروفية الموجودة بينهم بعد كده نيجي للسوبرارين الارترز ودي شرايين بتقرب من الأورطة علشان تغذي الغدد الفو كالوية اللي هي سوبرارين الالجلانس الشرايين دي بتنقسم إلى ميدل سوبرارين الارترز ودي الشرايين المتوسطة وبتتفرع من الجدار الخارجي للأورط والسوبرارين الارترز ودي تفرعات العلوية وبتتفرع من الانفيريور فرينيك ارترز والتفرعات الأخيرة ودي الانفيريور سوبرارين الارترز ودي تفرعات السفلية وبتمتد من الرينا الارترز اللي بعد كده هم الرينا الارترز اللي هي الشرايين الكلوية وهم اتنين كبار بيخرجوا من الجدار الخارجي للأورطة من أسفل السوبرارين الارترز وبسبب تواجد الأورطة في الجالب الأيسر من البطن بنلاحظ أن الراية رينال أرتري بيكون أطول من الليفت رينال أرتري الراية رينال أرتري بيمر من خلف الـ IVC والراية رينال فين لما بتوصل الراية رينال أرتريس للكالية بتنقسم إلى خمس أكسف أول كسم هو الإبكان بعد كده الأبر بعد كده الميدل وبعد كده اللور والكسم الأخير هو البستيريو بعد كده كل فرع منهم بينقسم إلى أفرب صغيرة اسمها انترلوبر أرتريس كل فرع بيغزي رينال بيرامت بعد كده الانترلوبر أرتريس بتتفرع إلى أركويت أرتريس واللي بتغزي الرينال كورتيكس آخر التفرعات المزدوجة للأورطة في منطقة البطن هي الجنادة الأرتريس اللي هي الشرايين الترسولية ودي بتخرج من الجدار الأمامي للأورطة أسفل الرينال أرتريس في الزكور الشرايين التناثولية اسمها تستيكولر أرتريس ودي بتغزي التستز والسكروتا بينما في الإناس الشرايين التناثولية اسمها أوفيريان أرتريس ودي بتغزي كل من الأوريس واليوترين تيوبز واليوترس وبكده اللي بقى خلصنا التفرعات المزدوجة اللي بتخرج من الأبدوينال أورطة أول فرع غير مزدوك بيخرج من الأورطة في منطقة البطء هو السريك ترانك وهو عبارة عن وعاء دمه ويصير جدا بيخرج من الجدار الأمامي للأورطة بعد مرور الأورطة من الحجاب الحاجز وبينقسم إلى ثلاث أقصان القسم الأول هو ليفت جاستريك أرتري والقسم الثاني هو كومون هباتيك أرتري والقسم الثالث هو سبلينيك أرتري أول قسم من السريك ترانك وهو ليفت جاستريك أرتري بيتجه لأعلى في النحية اليسرى خلال الليزر أمينتم علشان يغزي منطقة الكاردياك في المعدة وبعد كده بيكمل في اتجاه البيلورس فبيتفرع منه إسوفيجيان وجاستريك برانشيز والأفروع دي بتغزي المريء في منطقة البطن بعد كده الليفت جاستريك أرتري بيتجه ناحية اليمين علشان يتحد مع رائة جاستريك أرتري القسم الثاني من السليك ترانك وهو الكومون هباتيك أرتري وده بيتجه ناحية اليمين من فوق الديدونم اللي هي الإسنة 10 وبينقسم إلى فرعين الفرع الأول هو البروبر هباتيك أرتري والفرع الثاني هو الجاستريو ديودون الأرتري البروبر هباتيك أرتري بيصعد لأعلى بشكل مايد وبيكون مجاور للبرتان فين والسي بي دي اللي هي كومن بايل داكت وبينقسم بجوار البرتا هباتيز إلى فرعين فرع راية هباتيك أرتري وفرع ثاني ليفت هباتيك أرتري وأحياناً بيدينا فرع ثالث وهو الراية جاستريك أرتري الراية هباتيك أرتري بيخرج منه فرع اسمه سيستيك أرتري بيغزي الحيصان المرارية اللي هي جول بلدر بعد كده الراية هباتيك أرتري بينقسم إلى أنتيريور ومستيريور سيجمينتال أرتريس علشان تغزي أقسام الكابت في الراية لوب والكوديت لوب ولو لست مش عارف فصوص وأقسام الكابت ادخل دلوقتي تفرج على فيديو تشريع الكابت في حوالي 10 دقائق هيثبت لك المعلومات بشكل بسيط نيجي بعد كده للليفت هباتيك أرتري برضو بيدي فرع للكوديت لوب وبيتفرع إلى ميديل ولاترال سيجمينتال أرتريس علشان تغزي أقسام الكابت في الليفت لوب وبيتفرع فرع كمان وهو الانترميديت برانش علشان يغزي الكوديت لوب نيجي بعد كده للراية جاستريك أرتري واللي ممكن يخرج من الكومون هباتيك أرتري أو ممكن برضو يخرج من الجاستريديدر الأرتري أو زي ما قلنا عادة بيخرج من البرابر هباتيك أرتري وبيغزي الجزء السفلي من الليزر كرفيتشار أو زي ستومك وبيتحد مع الليفت جاستريك أرتري في الليزر كرفيتشار أو زي ستومك بعد كده الفرع الثاني من الكومون هباتيك أرتري هو الجاستريديدر الأرتري وده بيقبط الأسفل خلف البيلوراس وبيفرض منه تفرعات بتشمع كل من anterior superior pancaryatico-deedural artery وبosterior superior pancaryatico-deedural artery وده شرعين بتغزي الجزء العلوي بين الديديدينام والهيدف ذا بانكرياس وبرضو من ضمن تفرعات الجاستريديدران هو الراية جاسترو أو بيبلوك أو ما يسمى gastro-mental artery نيجي بعد كده الآخر فرع من ثلاث أفرع وهو الاسبلينيك أو lineal artery وده أكبر فرع من فروع السيلياك ترانك الاسبلينيك أرتري بيتجه لليسار خلف المعدة بمحازات الجزء العلوي من البانكرياس لحد ما يوصل لمركز الطحال اللي هي high-lampus-de-split وعنده نقطة مرور الشريان بجوار الطحال بيتفرع منه مجموعة تفرعات اسمها pancaryatic branches بتشمع كل من درس الأرتري وجديد أرتري وقودة pancaryatic artery وبضغزي كل من البادي والتيروزة pancaryas والاسبلينيك أرتري قبل ما ينتهي بيتفرع للعديد من التفرعات من ضمن التفرعات دي هو lift gastro ebibloic أو ما يسمى gastro mental artery والفرع ده بيتفرع منه كل من الإببليك والgastric branches علشان تغزي الجدار الإمامي من خلفي للfundus of the stomach تاني فرع من التفرعات الفردية اللي بتخرج من الأورطة في منطقة البطن هو السوبيريوميزنتريك أرتري واللي اختصاره SMA بيفرق السMA من الأورطة أسفل السيليل ترانك تقريباً عند المسلوح الفقرة القطنية الأولى والاختصارها L1 وبيمر من أسفل جسم البانكرياس ومن فوق الجزء الأفقي من ال 12 اللي هي ديودنا وبيمر في المسلتري لحد ما يوصل للإليام السوبيريوميزنتريك أرتري بيغزي كل من الهيدوزا بنكرياس اللي هي رأس البانكرياس والمجورتي في زي سمول عند لارج انتستنز اللي هي الغلبية العظمى من لمعاي الضقيقة ولمعاي الغريزة تفرعات السوبيريوميزنتريك أرتري بتشمل كل من انفيريور بنكرياتيكو ديودنا الأرتري جيجون الأرتريز وإليا الأرتريز والميدل كوليك أرتري ورايت كوليك أرتري وإليو كوليك أرتري الانفيريور بنكرياتيكو ديودنا الأرتري بيمتد إلى الهيدوزا بنكرياس والديودنا وبينقسم إلى فرعين فرع خلفي بيتصل بالبستيريور سوبيريور بنكرياتيكو ديودنا الأرتري وفرع ثاني أمامي بيندمج مع الأنتيريور سوبيريور بنكرياتيكو ديودنا الأرتري والجوجينم والهليل أرتريز بيغزوا كل من الجوجينم والإليام مع عداء القسم القريب من السيكم الميدل كوليك أرتري بيمتد إلى ترانزفيرس كولون والريت كوليك أرتري بيمتد إلى الأسسيندينج كولون والهليو كوليك أرتري بيمتد خلف البلوتينيوم وبيتفرع لمجموعة أفروع علشان تغزي كل من جزء من الأسسيندينج كولون والسيكم والفيريفور مع البندكس وآخر جزء من الإيليم آخر التفرعات المنفردة من الأورطة في منطقة البطل هو الانفيريوميزينتريك أرتري والاختصاره IMA بيتفرع من الأورطة قبل انكسامه إلى قسمين بحوالي من 3 إلى 4 سنتيمتر تقريبا بمستوى الفكرة القطنية الثالثة والربعة والاختصارهم L3 و L4 بيعبط الانفيريوميزينتريك أرتري لأسفل منه قدام الأورطة وبعد كده بيتجر الإيصار وبيتفرع منه كل من Lefticolic Artery وسيجمويد أرتريز وسيبيريور ريكتال أرتري Lefticolic Artery بينقسم مثل فرع علوي وفرع صفلي علشان يغزي جدار التلت الأخير من الترانزفيرس كولون والدسسندينج كولون بعد كده تفرعات السيجمويد بتغزي الجزء الأخير من الدسسندينج كولون وكل السيجمويد كولون وآخر حاجة وهو السيبيريور ريكتال أرتري وده بيغزي الريكتام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة